طفل غاره من الطفل بينام عدد ساعات طويلة جداً أكثر عمره نائم ومع ذلك بتلاقيه تعلم أشياء كثيرة ولا نعلم من الذي يعلمه بعد سنة بيتكلم ويقول ألفاظ معينة وبيقول أه أو هكذا من الذي يعلمه كل هذه الفاولز أو الكلمات أو الحروف المعينة جي سبحان الله هو تلقى كل هذه العلوم أثناء نومي عندنا هنا صورة بتولينا إزاي أن الطفل حتى أثناء نومي في الكهرباء اللي بتوصل للمخ زلزباتها زلزبات الكهربائية اللي تصل للمخ بتبقى ناشيطة طب إزاي وهو نائم ما زال فيه ناشاط على مستوى المخ وبيسمع فكل ما الأمة بتكلمه أو شخص بيعلمه أي شيء ما شاء الله مثلا بنعلم الطفل أنه يسمع الكرآن بيحب الكرآن بيبقى سهل علي حفظ الكرآن وهكذا حنشوف حنعلمه أشياء سلبية حيصبح للأسف الشديد إنسلوكيات وتبقى سلبية حنعلمه أشياء إيجابية وده دور الأم والأب حتى أثناء الحم شرحنا الكلام ده إن هو جنين في بطن أمي هو بيسمع أمه يترى هي بتحب إيه بتحب المزيكة هيطلع بيحب المزيكة وهكذا الشيء اللي هي بتحبه هو بيتلقى وهو حتى في مستوى مرحلة جنين في بطن أمي ما زال بقى الطفل بعد ميلاده يتلقى العلم يتلقى المعلومة سبحان الله وهو نائم إعجازاً عند الله سبحانه وتعالى من الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى وجعله ينام فترة طويلة جداً جداً هو بيكبر أثناء طبعاً النمو وكله بيقى فترة النوم الجرس هرمون أو هرمون النمو بيزداد أثناء النوم وبالتالي كان كبير السن بقى الشخص البالغ غاره من الطفل وقالوا لا استحال الطفل ده ما الذي يعلمه تعالوا إيه نطبقها على الشخص الكبير يعني البالغ وبدأوا فعلاً أثناء النوم يحطوا سجهات يحطوا الشيء اللي عايز يتعلمه أثناء النوم ويكرروا أكثر من مرة عماية التكرار بيكرر نفس المعلومة نفس المعلومة أثناء النوم بيصحب النوم سبحان الله مجرد ما بيسمعها بيتلقاها بسهولة جداً جداً ولو إن استعابه عالي جداً والوقت ضايع من عمري سبحان الله أثناء نومي ويسهل في نفس الوقت عملية الحق